في هذا الفيديو سأشاهدك كيف تحقق بكيزة C و C++ بخير بفضلات Notepad++ لذلك أولاً، نحتاج إلى تقنية ويقوم بإستخدام MinGWW64 الذي يمكننا أن تقنية نحن C و C++ لذلك سأقوم بإستخدام MinGWW64 الآن، لنذهب إلى هذا الأولى ونقوم بإستخدام الآن، نقوم بإستخدام ونقوم بإستخدام من هذا النقل ينjudج لإستخدام MinGWW64 الآن، نحن ق disso إчноجد إلى إستخدام ц archa لذلك، نستحق ان أضع هذا الأولى rehearsائي لذلك سأ cumplل بها على استخدام لذلك هل وrigосьبي IT عيني من منهau من I will silect the second value. Then let's click next. So here I will install MinngWW64 directly on the C-drive, so I will remove program files from the path. Then let's click next. Now the installation finishes successfully, so let's click on next And let's click on finish to close this window. imoto أح손� Now it is necessary to add mineGWW600 to the system environment variables. So let's go to the location where we installed it. So it is installed on the C drive into a folder called mineGWW64. Then I have to open this folder and this folder then the binary folder. Now let's copy this path and let's close this folder and let's add the path to the system environment variables. لنتريد في labrio ال format and at the beginning of this field I will paste the path to provide it with the highest priority also I will add a semi-colon as the separator between the different paths now let's click on OK OK حسنًا، ونفتح هذا المنزل، الآن دعونا Notepad++، لذلك هنا سأقوم بإضافة نوع C++ بإضافة قدرات قدرات أخرى، لذلك سأقوم بإضافة قدراتها، وإن سأقوم بإضافة هنا، الآن سأقوم بإضافة هذا المنزل، لذلك سأقوم بإضافة على دسكتوب إلى نوع المنزل نسمى .cpp، لذلك سأقوم بإضافة الأقوم المنزل، وهذه هيbحة الأقومة الأقومة بإضافة إلى ننزل للمتعاق الناس، و designers to provide his name. أخيراً، سأنتظر للإضافة الأقومة nak给هيه، ونحن سأقوم بإضافة هذا اسمه كثيراً. الآن لتجربة هذا الحصول بعمل Notepad++ and MinGWW64 نحتاج لإنستالة نوع بلغين. لذلك لنذهب إلى Plugins, ثم Plugins Admin و هنا أحتاج لتجد NPP Exec. لذلك هذا هو ذلك. لديه فقط لإنستالة. ثم لإنستالة. نحن نقوم بسوق سنعادة نعم الآن المسؤولة قد يستمع tile و هذه السابق لقد تضع. لذا إذا أضعيم على المنزل هذه المسؤولة سأجد. وإذا أضعهم على سنع делоfluxة أخرى المسؤولة سأجد. في هذه المسؤولة أستطيع إقناء أي أسئلة. أيضاً أستطيع أن أترسى فائدة من الجيد من الجيد من الجيد. لذلك لنقوم بجيد ا Gun G++++ version و هنا أ знак هذا Madison Bring the G++ now to build and run this C++ files I have to click on plugins and then and be exact then execute and in this window I have to provide the commands that should be executed so the first command will be n bp save this command allows not what plus plus to تحاول العرنة قبل تأميه. الثاني هو التحرك للتحرك إلى البيترنت التحرك. ثم الثاني هو التأميه و الثاني هو التأميه. وهذا أخير الثاني هو التأميه. ولكن هنا لا يجب علينا التأميه لو إذا تحدث في تأميه العرنة. لذلك يجب علي أن أضع بعض فائدها هنا. هنا هنا يتقنى أنه لو كان لدينا محضر عند تأمي التواصل الوصف ، يجب علينا إحضار الإنسان هذا الوصف. الآن دعونا نقوم بأسرح. و هنا يمكننا أن نرى أن التواصل لقد امتحار. لذلك يتقنى هنا أن يجب علينا إعطاء الوصف. لذا دعونا نرحل مثال بالغاية. و دعونا نقوم بأسر. و كما ترى ، لدينا الوصف هنا. الآن دعونا نقوم بأسرح لأسرح هذه الأسرحة لكي نرى ما يوجده فيها. لذلك هنا لدينا الأسرحة 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 والأسرحة الأسرحة. دعونا نرى إلى Notepad++. و الآن ما أريد أن أفعله هو إصبع إطلاق في المنزل التي تجعلني أن أسرح هذه الأسرحة الأسرحة أسرحة. لذلك دعونا إلى أسرحة، ثم نببأسر، ثم إسرحة. و هنا سأحضر هذه الأسرحة. لذلك دعونا نقوم بأسرحة. و دعونا نقوم بأسرحة و دعوناه CppBuildRun الآن دعونا نقوم بأسرحة. و دعونا نقوم بأسرحة هذه الأسرحة. الآن دعونا إلى Plugins ثم NppExec ثم Advanced Options و هنا أجب أن أطعق المنزل لفضل النبيغيى التي أريد أن أ作ر. لذلك دعونان نقوم بـ Run C++ و دعونا نقوم بأسرحة التي قمت بأسرحة إلى هذا المنزل. الآن دعونام بأسرحة والنبيغيّة الوقت أن يكون اضع في هذه المنزل. الآن دعونا نقوم على حسن. و دعونا نقوم بأسرحة أن نحتاج إلى تغرير Notepad++. لذلك دعونا نقوم بأسرحة ونحن نتطفى notepad++ now let's open it again and let's go to plugins then npp exec and just here we have this new item run c++ so let's click on it and the file has been built then executed so let's provide the name now we can do the same thing for c files so let's go to plugins then npp exec then execute now let's modify this script so instead of g++ I will type gcc and let's save it so I will call it c build run then let's click on save now let's close this window and let's go back to plugins then npp exec then advanced options and let's create a new item so the new item I will call it run c then let's associate the script to this item so it is c build run let's click on add then ok now let's click on ok and let's restart notepad++ now let's create a new c file so I will just paste the source code that I have prepared now let's save this file so I will save it at the same folder than the previous one and let's call it test.c now to execute it I will just click on plugins then npp exec then run c and as we can see the file has been built then executed finally thank you very much for watching and please subscribe to the channel